نسوة سعودية بين ليلة وضحاها يعني تلقيها بين أن تقود السيارة وأن تقودها لكنها صاحبة مصنع وصاحبة مشاركات متى كانت لديها الفطر لتعلم القيادة يعني اليوم تم الإعناء القال غدا وجدنا نساء يعني هناك تحضير المرأة داخل نحضر لنفسها وهذا ربما اللي نحتاجوه اليوم أن المرأة تحضر نفسها القالة السياسي سيكون تحصيل حاصل في الأخير يعني ممكن جدا لكن أنا في اعتقادي أنه حان الوقت أن تكون قضايا المرأة لا يعالجها فقط المشرع الرجل أو الرجال عموما حان الوقت أن تقدم فرصة للمرأة النخبة وخاصة أن هناك لو نذهب إلى الدستور الجزائي نجد المادة 30 مقرر 31 كلها تحث على التمثيل السياسي للمرأة والمناصفة مع الرجل لكن دستور هذا أمر هذا يمثل اللبنة التي أو الحماية السياسية والقانونية للمرأة لكن حان الوقت أن تتحرك المرأة يعني البرلمان موجود لكن قلت لك كيف هي كيف هي الطريقة التي تم فيها أخذ أخذ المرأة وتمثيلها في البرلمان يعني هناك أحزاب سياسية كما قلت بدأوا يبحثون من يمثل وهذا يعني خطأ فادح من المفروض يعني الأحزاب السياسية اليوم كلها بدون استثناء خاصة الأحزاب الكبيرة إن صح التعبير تبدأ بالبحث عن المرأة الكفر المرأة النموذج المرأة النخبة لرعاية شؤون المجتمع وليس شؤون المرأة عندما نتحدث شؤون المرأة مباشرة هي شؤون المجتمع واليوم نحن ندخل في دهاليز أخرى في ملفات إدارية ونحن المجتمع المجتمع البابريس يعني مجتمع يجب أن يكون فيه ملف إداري دخل مع رغم أن الحكومة الجزائرية تسعى جاهدة أن تقلص من هذا النموذج الذي فعلا قهر المجتمع الجزائري ليس المرأة فقط يعني عندما نتحدث عن المرأة مباشرة نتحدث عن الشباب يعني صلاح كما قلت تصلح المرأة سيصلح شباب تصلح المرأة سيصلح المجتمع نخسر المرأة سنخسر كل المجتمع حتى وإن كان الرجل هو من يصنع القرار السياسي والاقتصادي والثقافي وغيرها